هذا لقاء خاص مع مازل الحمادة وهو أحد المعتقلين الناجين من مشفى 601 العسكري في دمشق وهو مشفى المزل العسكري التقيت في لاهاي بالأمس صدفة في مؤتمر للأحوازيين شدني أنه شاحباً وجه حزين كئيب مريض يداه ترتجف واستوقفني وعرفني بنفسه أنه من دير الزور وحكى لي قصة اعتقاله ونجاة بعد عامين من الاتقال تقريباً ستشاهدون سبع عشرة دقيقة عن معاناته في سجن مطار المزل العسكري ثم في مشفى 601 وهو أيضاً نجى من أن يكون صورة من أصل 12 ألف صورة لمعتقلين قتلوا في السجون سجون القوات النظامية وشاهد صورهم العالم على فكرة شكلك أنه عندما أجريت معه اللقاء وستشعرون بذلك كأنني أقف أمام ميتين يتحدث تحدث كيف تستقبل ممرضات المساجين كيف يموتون بالمطارق الجثث المنتشرة في الحمامات كيف أخفى النظام المعتقلين في هنجارات الطائرات أثناء تهديد بضربة أمريكية حينها قبل عام ونصف تقريباً وعن الطفل الذي مات حرقاً وأشاء كثيرة تابعوا اللقاء ونعود أنا اسمي مازن الحمودة من سوريا دير الزور أنا خرج معهد نفط واشتغلت كنت بسوريا بشركة فرنسية سماش لنبرجير تنقيب عن النفط أخ مازن متى اعتقلت؟ اعتقلت بيتاري طبعاً أنا اعتقلت أكثر من المرة بـ 24-4-2011 اعتقلت 15 يوم بفرع أمن الدولة بدير الزور بعدين اعتقلنا لأمن العسكري بـ 29-12-2011 وبين فرع الأمن العسكري بدير الزور وحولونا لفرع الأمن العسكري بدمشق وأخلي سبيلنا بضمن العفو اللي طلعوا بشار الأسد المرة الثالثة كان هو 1-3-2012 ولغاية 13-9-2013 أنا اعتقلت الاعتقال الأخير راح نحكي عنه اللي كان هو الأطول مدة سنة وسبع شهور اعتقلت كنت بمقهى بدمشق بساروجة كان معي حليب أطفال كنت عمو مع الدكتورة من درعة تجي لعندي تأخذه مشان تفوته لدارية هي كانت سيكنة بدارية وبعد ما أخذت الدواء كبس الأمن على المقهى اللي احنا قاعدين بيه وأخذني أنا أولاد أختي اثنين معاي واحد اسمه فهد الجاسم وواحد اسمه محمد محمود الحسين والليليوم معتقلين ما طلعوا أخذونا على المخابرات الجوية بمطار المزة طبعا احنا ما نعرف لحد ما وصلنا حطونا بمبنى اسمه الدراسات هي عبارة عن زنزانتين كل وحدة طولها خمس متار بخمس متار ظلنا بيه شيء تقريبا اثنين وعشرين يوم ما تحقق معنا حولونا على مهجة أمن الطائرات ظلنا بيه شيء شهر بعدين رجعونا على الزنازين القديمة على التحقيق عفوا أمن الطائرات أنت تقصد فيها الحضائر أو الأفيول المكان الذي تختبئ فيه طائرة الميق أو كذا أم لا غيره لا أمن الطائرات هي استاد موسى هي تجي مهاجع كانت قاعات تدريس أول شيء القاعات التدريس اللي يمطون بها دروس للطيارين لأنك تشوف سبورة ولوح ظلنا بيه شهرين بعدين حولونا على الزنازين الجديدة للتحقيق لا يبدأ شو معانا تحقيق الزنزانة عبارة عن مترو أربعين القديم طبعا فيه نوع للزنازين قديم وجديدة الجديد عمروا ببلاية الأحداث القديم من زمان من دور حافظ أسد هاي الزنزانة مترو أربعين مترو أربعين كنا نقعد بيها 12 عشرة يداعش حسب العالم اللي يجيبونه لأنه كل يوم يجيبون الناس يفوتونه مع السجد في ززانة الواحدة؟ تقريبا بين 11 و 12 واحد مترو أربعين بعرض مترو أربعين كيف كنتم تجلسون؟ نجلس نقعد على الحيط خمسة ونقرفص قرفصة يجون قبالنا على الحيط الثاني كمان خمسة واللي ظل واقف كل ساعتين يبدل مثلا أنا رقمي واحد نرقم حاننا من الواحد للعشرة رقم واحد صار دورك بالوقفة توقف يجي قعد اللي كان قاعد تمام؟ وهكذا ونقضيناها بعدين أخذونا على التحقيق طبعا طلبنا المحقق اسمك قلت له فلان الفلان تمام؟ شو أنت معك السياسي؟ قلت له أنا بحزب اسمه حزب الشعب الديمقراطي تمام؟ قال لي أنا كل الحجيمة قلت له أنا كنت أصور مظاهرات كنت بثل الجزيرة للعربية كنت أطلع معاك قبل برامجك في سوريا تمام؟ وكان الحراك كله سلمي لا كان في عمل مسلح كنا نطلع مظاهرات نطالب بحقوقنا نطالب بالدولة ديمقراطية مدنية تحفظ حقوق الناس كلياتها يسودها دستور وقانون يحكم بالتساوي بين كل مكونات الشعب السوري دون تمييز عن طائفة أو عرقها فبلشوا أن يقول لي كل الحكيمة بدك تعترف على سلاح وعلى قتل جنود الجيش العربي السوري وعلى ضرب حواجه قلت له يا سيدة أنا لا أعرف أحمل سلاح خدمته عسكرية حتى أنا خدمته بمركز طبي يعني ما أنه خدمته وأنه يقول لي معك خمس دقات رح أشعل السكارة وإذنك ما زل لا تعترف وراح طلع وتركني رجع قال لي شو كم واحد قتلت قلت له ما قتلته بطحوني بالأرض كسروا لي ضلعي هاي من هون ومن ورا أربعة فوقي كل واحد مثل البغل ايك جسمه وينط فوقي ويدبت بالبوطل عليه هون على الصدري هون بعد أقدر تنفس قلبوني بالعكس رجعوني بعد ما هاي شحطوا لي رجعوني قال لي شو قلت له ما حملت أسلاحي ستطلعت مظاهرات قاموا جابوا أداة ذك أداة كلمبة نقولها بالمصطلح الإنجليزي هي لنعرفها للمشاهد شو هي الكلمبة اللي نحطها مثلا حنا فيت المي تبع البيت وقت مشان ما يرتمي الخرط ومنحط لها حباسة حباسة فهاي الحباسة يحطونها بالذكر ويبدأ يشد عليك يشد عليك لتحس ما آخر شيء بده يقطع الذكر تبعك فأنت بدك تضطر يا إنه يقطع لك ذكرك يا بدك تعترف مثل ما بده ايه تقول له فلتني أعترف ايه تقول له مثلا بتقول له مثلا ايه حملت السلاح يقول له شو السلاح تقول له مثلا بمبكشن يقول لك لا ما بدي بمبكشن يقول لك بدي روسية تقول له لا ما شلتوا روسية ايه رجعت الآن البنبكشن قليلة في سيدي؟ تمام قليلة كان البنبكشن بعدين بارود الصيد للعصافير لا كمان البنبكشن تقتل في أربع طلقات هي تقتل ليست فقط للصيد يستخدموا الصيد البط والوز لكن تقتل بني آدم من بعيد لا تقتل بني آدم يجوز فعلقني من إيديني مرة ثانية شبحني كلبشة من هنا وكلبشة من هنا وارتفاع أربعين سنتي عن الأرف نعم وارتفاع أربعين سنتي فالثقل وين يصير كله على هذه المفاصل فتحس هذه الكلبشة تريد تقطع لك إيدينك نعم فتحسها أنه تريد تقطع إيدينك يعني تقاوم لك ساعة ساعتين بعدين آخر شيء تفرض يعني يفوت الحديد باللحم فتحس أنه تريد تنقطع الرسخ تبع الإيدين إيه فينزلك تعترف مثلا اعتراف مثلا بده مثلا ضرب حواجز تقول له إيه ضربت حواجز تمام من قتل بدكتال بعدين خلصنا من الشبح ينزلك يجيب مثلا عدهم صيخ حديد يقول له خازوق تمام طبعا خازوق المهبر في السأثرهم بيّن بجسمي هنا فيتشكوا يحاول يفوتوا بالمحاشم تبعك المنافية للحشمة يعني هنا أنت يعني الناس بلا أخلاق ما قصت هنجار الطيران بعد كانت ضربة الأمريكية التي كان من المفترض أن تضربها للنظام وقت القوات الأمريكية صار بتهديد على بشار على استخدامه الكيماوي بليلة وضحاها طلعونا مهجع يلا أولاك يلا أولاك يلا أولاك ضبونا 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 وأخذونا عساكر قيدين من هون من هون والسلاح موجه علينا وفوتونا على المبنى بيّن تبع طيارة لأن الطيارة واقفة بجنبو تمام وفوتونا بي فوتونا بي يلا فوت 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 وسكروا البواب علينا داحقنا أنه هذا مكان طيارة بلوكوس طيارة ولأن الطيارة بجنبك وتشوف المرائب الثانية قدامك لبلوكوسات لأنه بيّا طيارات حطونا سبعمائة واحد إذا ضربوا الطياران يفكرونه أنه هون بي طيارة يقتلوا المعتقلين يقول أنتم كنتوا سبعمائة واحد سبعمائة واحد بالهنقار نحن نقول له هنقار كانت في كل هنقارات كان فيها مساجين مساجين نقلوهم وقد صارت إرادة تصير الضربة على سوريا بعد شهر طلعونا منها بعد ما اتفقوا النظام وهاي مشان الملف الكيماوي رجعونا أنا رجعوني على المدارج يسمونه مدرج كان عندكم موتى كان حدا يموت في الززانة واليوم أم يموت بحكي لك يعني كل يوم نشيل اثنين واحد ميتين طبعا إحنا بالزنازين ما في التنفس ما في كذا مسكر هالباب عليك هالشراقة دوبة يفوت منها ضو مثلا عندك نقلونا من الزنازين للمهاجع مثلا مهاجع طوله يدعش متر وبعروض ست متار لشان يصفونا عشرات واحد عشرات رتل نقعد يجون العشرة الثانية يقعدونه بحضنة يعني وانت قعدت قرفصة وقعدت بالأرض فيجي الثاني يقعد هنا لشان يكفي المكان كم واحد؟ نشلنا مئة وثمانين واحد بهذا المهجع مئة وثمانين واحد يوميا نشيل منه اثنين الميتين ما بيه تنفس وطويل المهجع سدعش متر فبي معانا كبار بالعمر ما يتحملون والسجان يفتح مثلا الطاقة علينا يرش مي مثلا نكون ناكل أو شيء يرش علينا مي فإحنا بس بالكلاسين 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 ها كنتم عرات عرات بالكلاسين هاي أول ما تفوت يشلحونك عاري مشان يهينونك فمو تطلع الريحة تعرف احنا ما نتحمم فتطلع الريحة مثل ريحة متجنة تحسها من العرق فالعالم تختنق وما بيتنفس وكذا فيرتمون الكبار بالعمر المريض ما بيقدروا لا مريض فنسحبه بالباط نحطه يشم هوا بشراقة تحت فما يطول يموت ندق الطاقة على السجان بهالحرف يقول لنا يعني بمعنى أولاد الكلب ما حدا بيتق الطاقة إذا بيه نفس لا تدق الطاقة لا يموت تخبرني مشان أجي كلبين منكم يشيلونه يلقحونه بالإزبالة ويفتح علينا الطاقة مرات يحط الروسية يضرب على السقف يضرب على السقف فتعرف طلق الصد في السقف نعم يا ترجع عليك يا أنها تنبت بالسقف فوقت ترجع عليك يعني هيك يضرب بيدوم مناسبة بس إزعاج بيدوم مناسبة مثل أنه يتمسخر علينا بالسكران وكذا فترجع الطاقة من غلاة الروح العالم تتكوم فوق بعضها يعني تشوفها صارت العالم فوق بعضها تصير كتلة هيشة تمام العالم فوق بعضها ماذا حل برفاقك اللي كانوا معك بالززانة حوالي مئتين واحد مئتين وخمسين واحد والله أنا ماتوا على زماني أنس العظمة أنس العظمة أنس العظمة هذا كان بالجوية كنا بالزنازين القديمة وقد كنا نطلع على التواليت فنطلع راسنا على الأرض تمام راسنا على الأرض هيك ومدنجر وتروح ركب على التواليت فتفوت على التواليت وانت راجع فهونا الأرض كلها مي الكاليدورات فزلق أنس وين أجه راسه الرقع بالعضيدة تبع السجن المقصود في العامود يعني العامود تمام فالسجان فورا ناموا عليه قموا لك لا تمثل لا تمثل لا تمثل وكملوا عليه ضرب ضرب على رأسه على شيء ما قام يعني مبين أنه رجله وراسه صار بي ومشي فصاح علينا واحد من الحيوانات اثنين يجون يسحبونه وجينا سحبنا فوتنا على الزنزانة نحكي معه صار السينو ثقيل ظل معنا عشر تيام قلب جسمه كله أزرق ماذا نيلة؟ صار أزرق تمام صار يزبد ماذا نعرفنا أنه مات؟ فأخذوه دقينا الطاقة دقينا الطاقة وقلنا له هذا الزلمة انتهى قال مات قلنا له يعني مات تقريبا فتح الطاقة طلع بيش قال قلبه يمين يسار قلبناه يمين يسار يقول يقول يلا ثنين يطلعون بره وزدتوهون زدتنا بره ثاني يوم أجانا فاطلعنا صوت بالزنزانة فقالتو قعدون عاقلين ولا بلحقكم وهذا الربيعكم المات اللي بعثنا مبارح على المشفى وشو قصة المشفى مشفى ستمية واحد لما حولوك عليه مشفى ستمية واحد طبعا أنا من كثر القتل سعفوني على المشفى فصرت أستفرغ دمواي ففتح الطاقة كان مدير السجون اسمه سوهيل زمام من بانياس مقدم فنحن نفتح الطاقة ندير وجهنا على الحيط ونرفع إدينا فأنا ما قمت من الوجع ومكسر اللاعي وكذا فقلت له ليش ما وقفت لك قلت له والله يا سيدي ما أخضر ونقول شو معك قلت له عمبول دموا ونقول سجلوا اسمه ثاني يوم ساعة عشر الصباح طلبوني برا طمشوني قال تنسى اسمك إنه اسمك مازن الحمادة قلت له شو بس قال انت رقمك ثمانتعش ثماني وخمسين وقت تذهب المشفى يسألونك ما اسمك تقولهم ثمانتعش ثماني وخمسين وصلنا المشفى باب المشفى وخيو بلشو لك بنا بالعصي وبالشحاحيط وبالصرامي الممرضين والممرضات طبعا ارهابي 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 هذا اللي يضربك على وجهك وهذا اللي يدفرك وهذا على عينه أجد الدكتور ونزلوا لجوا على السراديب تحت اللي هي مكان أول يضعون بها مستودعات فنزلونا لتحت لتحت جنزرونا على التخذ ثلاثة يعني حتى السيروم ما يضعونه أنه يشوفون الوريد وينه وشيك وين ما ييجي يضعون لك فتعرف السيروم إذا ما يفوت بمكانه يصير كلها زراء بالليل طلعتها أروح على تواليت بعد ما خلص الساعة تقريبا ثنتين بالليل أو بين الوحدة والثنتين فطلعت على تواليت طبعا بعد ما تأكل قتلة ودولاب وهايتها طلعتها تفوت على تواليت الأول تلاقي جثثين بالأرض تلاقي تفتح لتواليت الثاني تلاقي ثلاثة جثثين ثلاثة بالأرض جول مخسلة جثة طفل عمره في 17 سنة أبيضاني حليو فأنت هنا تفقد وعيك حيشي كالسجان ترجع تقول يحتي معاك أنت ما ترد عليه تحس حالك فقدت الوعي فيقتلك يفكرك أنه ما قامت ترد عليه فيضربك بالبورية هاي البلاستيك ما قصة المطرقة هذه؟ هذا في سجان اسمه مسمي حاله عزرائين مسمي حاله بالمشفى يجينا الساعة في ما عش بالليل سكران طافي فيقول مين بده دواء في شاب معانا صخرة من دارية واني يقول لا ترفعون ايدينكم قلنا نلعب اتخذ معه قال بدك تموت قلت له لا قال لي إذا ترفع ايدك بدك تموت بدك تموت فواحد من دارية من الغوطة أنا ملتقي معه قبل بالبتجوية حتى معه مرض البهاق قال له أنا وجابه ظل بيعصايا عنده بوريت حديد وإله دبابيس واني يقول له بها الحرف حكمت المحكمة الإلهية عليك بالموت يرد يقول له راح أعيد لك حكمت المحكمة الإلهية عليك بالموت فيظل يضربي يظل يضربي يظل يضربي إله ينفدع رأسه والله يا أستاذ موسى يرجعونه على التوالد وقت يموت ينشيله الصخرة واحد من المساجين يزتونه بالتوالد بعد فترة سألت الصخرة أنه هاي جثث وين يروحون بها قال لي كل ثلث يم تجي السيارة مصندقة ويأخذونها وين يأخذونها ما بقعها ما هو قصة الطفل هذا الصغير الذي تمشي واقه بالملحم هذا النار كان معنا طفل من دارية عمره 16 سنة وقد طلعنا تانبسهم عضب الطباء اتبعنا بعد سنة ونصتا يحولون على المحكمة فطلعوا وسألوا منين انتقالهم من دارية قالوا من دارية وشوهم مددوا بالأرض أول شي بعد ما قتله بالعصائي قتله ما برد قلبه هذا السجار راح جاء باللحام الكهرباء وحرق له وجهه من هو أنه ونهاله كله ذاب وما نوب داره بالعكس ونوب ظلي الحمبي ظلي الحمبي ظلي الحمبي إلا ما فرط الولد فوتناه جوه على الجناح على المهجأ ليهب جسمه كل هذا ذائب اللحم فبعدنا شوال بطاطا اللي جيبونا به القديم الأكل راح نغسلناه جوه ونرطبه بميتا نحط ما بيدوه نحط الله يا بلت ما بيوميه الولدو الولدو مات مات يعني كل السجنة انقهرت على الولد حيني موسى انقهرت عليه حين حيني الولد طفل شو زنبو تحرقه طفل طفل 17 سنة موسى هذا شمال كيف طلعت طلعت أنا بواحد بواحد ستة حولوني على الشرطة العسكرية من الشرطة العسكرية حطوني إيداع بعذرة لمدة ثلث أشهر بمحكمة الإرهاب بمحكمة الإرهاب وبعدين أخلي سبيلي من محكمة الإرهاب أطلع من عذرة أخذني الأمن السياسي فيحاء ظلت عنده 15 يوم بعدين حولوني عن قضاء المدني وطلعت النوبة بإخلاص سبيل لكن ما طلعت اطلعت تهريب على دير الزور لأنه شيكنا على اسمنا لساته موجود ما هو شيلينه لأنه كانت إدارة الأمن الجنائي بالمعظمية بمشاكل لتعمل كف بحر كيف جيت على هاي؟ على هولندا اطلعت تهريب بالـ 2014 من دير الزور على تركيا من تركيا على اليونان بالبحر من اليونان بشاحنة على هولندا كبس ووصلت لهون صار لفترة تعالجت وعطوني يقامه وهلا عم بترس لغة شكرا جزيلا على رأس المساعدة كان هذا اللقاءنا مع هذا المعتقل في لاهاي نذهب لفاصل قصير بعده نكمل بقية فقرات الممبر السوري ارجو ان تفضل البقاء معنا